السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسيرنا اليوم عن رؤية البرس في المنام اولا ما تفسير رؤية البرس في المنام للعزباء رؤية العزباء برس صغير في المنام تشير الى وجود سيدة سيئة في حياتها لا تتمنى لها الخير ورؤية العزباء برس يقف بجانبها في المنام تشير الان هناك كلام سيء وباطل يقال عنها ما تفسير رؤية البرس في المنام للمتزوجة رؤية المتزوجة برس في المنام تشير الى قسرة المشاكل والخلافات بينها وبين زوجها ورؤية المتزوجة قتل البرس في المنام تشير الى ان الله سيفك قربها ويزيلها معها في الفترة المقبلة ورؤية المتزوجة عد البرس في المنام تشير الى قسرة الاشخاص السيئين الذين لا يريدوا لها النجاح والخير في حياتها ما تفسير رؤية البرس في المنام للحامل رؤية الحامل برس في المنام تشير الى شعورها بالقلق والخوف طول فترة حملها من حضو الشيء لجنينها ورؤية الحامل قتل البرس في المنام تشير الى انها ستمر بعملية ولادة سهلة وميسرة وستكون هي وطفلها بصحة جيدة بعد الولادة ما تفسير رؤية البرس في المنام للنابولسي رؤية البرس في المنام تشير الى شخص يتكلم عن الرأي دائما بالسوق والكذب ورؤية برس ينتفخ في مال الحلم دليل على تعرضه لازمة مالية كبيرة في الفترة المقبلة ورؤية قتل البرس في المنام تشير الى تخلص الرأي من جميع الاشخاص السيئين الذين في حياتهم ورؤية خروج البرس في المنام تشير الى انتهاء كافة الهموم والمشاكل التي في حياة الرأي رؤية عد البرس في المنام تشير الى اصابة الرأي بمرض والله اعلى واعلم بتفسير رؤية قتل البرس في المنام تشير الى تخلص الرأي من جميع الشرور في حياتهم ورؤية دخول البرص في المنزل تشير إلى قسرة الهموم والغموم في حياة الرأي ورؤية برص كبير يتجول في المنزل في المنام تشير إلى أن هناك مشاكل كبيرة وأزمات ستحدث لأهل المنزل وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت لو عجبتك بتنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته